موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حديث الصحافة البغدادي يتزوج الجغرافيا وليس النساء كتب شادي علاء الدين في العرب اللندنية احتفت وسائل الإعلام والصحف اللبنانية بخبر نجاح مخابرات الجيش المعروفة بعلاقتها الوطيدة بحزب الله في إلقاء القبض على سجد ليمي التي قيل إنها زوجة أبي بكر البغدادي خليفة داعش ليتبين فيما بعد أنها ليست كذلك قال المحتفون إن القبض على هذه المرأة قد حسم الأمور لصالح الحكومة اللبنانية التي باتت تمتلك سلاح دمار شامل من شأنه أن يقسم ظهر المسلحين ويجبرهم على الإفراج عن الجنود الأسرى لديهم بسرعة وربما دون قيد أو شرط سواء عادة الزوجة المزعومة إلى أحضان زوجها الخليفة الولهان أخضعت صورة الدوليم لعمليات تكبير هائلة حتى بات ظلها الغامض والأسود يغطي كل شيء موجة الأخبار المرعبة المتلاحقة باتت بلا وزن في ظل رهبة هذه الصورة المكبرة والعناوين الخرافية التي نسبت إليها مقتل ستة من جنود الجيش اللبناني في كمين محكم نصب لهم في منطقة رأس بعلبك وسقوط أكثر من ثمانية عشر عنصر لحزب الله في اليومين الماضيين في منطقة يبرود السورية التي زعم الحزب والنظام السوري مرارا وتكرارا أن السيطرة عليها قد أنجزت بالكامل اعتقال شخصية عسكرية كبيرة لحزب الله كل هذه الأخبار بقيت عابرة أمام الانتصار التام والمنجز والنهائي الذي حققته مخابرات الجيش بالقبض على سجد دوليمي أصدرت جبهة النصر إثر اعتقال الدوليمي بينا بدت فيه الحدود التي كانت سابقا مرسومة بينها وبين داعش ملغى بشكل شبهتان لصالح معركة واحدة ووحيدة هي المعركة ضد الجيش اللبناني وضد حزب الله هذا الاعتقال أيقظ مشتركا عاما عند النصر وداعش وأحيى عنوانا شديد الفاعلية في خطاب التعبئة عند كل من هذين التنظيمين وهو خطاب العرض هذا الخطاب الذي كان يبدو نوعا من سياق عمومي لا تفاصيل محددة فيه بات اليوم واضحا ومحددا سجد دوليمي وجمان حميد هما بطلتا هذا الخطاب الموحد الجديد قبل اعتقالهما كان الحديث يتناول حوادث اقتصاب وتعذيب النساء وكان هناك تداول لأرقام وأخبار من السهل أن يصار إلى تكذيبها وحرمانها من التحول إلى حالة عامة يمكن لها تمكين خطاب العرض الذي يشكل عصب خطاب الجماعات الجهادية السؤال الذي لم يطرحه أحد في هذه المعمعة هو هل للخليفة زوجة حقا؟ وهل يمكن تركيب صورة الزوج على صورة البغدادي؟ هل يقوم مشروع البغدادي على أنه رجل يتزوج النساء بشكل يمكن فيه لحرمانه من إحدى زوجاته أن يكسر ظهره ويقضي عليه؟ البغدادي يتزوج الجغرافيا يستولد منها خرائط سوداء لا يمكن للمرأة أن تحضر فيها سوى على هيئة كائن محترق متشض وبلا معالم المرأة لم ولن تكون يوما غاية عند داعش وأمثالها إنها وسيلة لإنجاب المقاتلين وتربيتهم وتنشئتهم ووسيلة للترفيه وليست أبدا كائنا مالكا لصفات ووجه وملامح هي كائن ملحق بالفعل الجهادي على هيئة خطاب عرض ثأري يمكن استعماله لتبرير أي فضاعة مهما كان هنا تكمن فدحة المأساة التي نعيشها حاليا النظام يقتل النساء ويقتصبهن وكذلك تفعل النصر وداعش بطرق مختلفة ولكنها تتماهى في منطقها الأصلي مع خطاب النظام النظام يقتل النساء لكسر شوكة المقاتلين وإهانتهم فهن لسن موجودات ولسن أعداء بالأصالة بل لوما بالوكالة داعش والنصر يستعملان النساء كذلك في خطاب المظلومية كأعراض منتهكة فحسب دون أن يكون لهن منظومة حقوق داخل المجتمعات التي تسيطر عليها هذه التنظيمات تاليا هم ينتقمون للعرض وليس للنساء والعرض هو مفهوم منفصل عن المنتهكات بل ربما يكون علامة من علامات مضاعفة الانتهاك وتمكينه المرأة خطاب استقرار وثبات وأمان وهو ما لا يمكن أن يرتبط بأي شكل من الأشكال بعيش مفجر الحدود نشرت صحيفة العربي الجديد للكاتب سيف الدين عبدالفتاح مقالا بعنوان دماء الشهداء تحيي الثورة قد تصدر البيانات من قوى سياسية أو كيانات شبابية أو من تكوينات حقوقية تحاول أن تثبت موقفها من حكم البراء الذي صدر لصالح المخلوع حسني مبارك والذي قامت عليه ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى أن هذا البيان حينما يصدر عن أهالي الشهداء والمصابين أنفسهم فإنه يشكل حالة من المصداقية ومعنى رمزيا باعتبار إحالة الأمر إلى أصحاب الشأن في هذا المقام ومن ثم فإن تلك الرمزية التي يدفع بها هؤلاء الذين سطروا هذا البيان وفهمهم الدقيق والعميق معاني أن قضية القصاص إنما تخص الجماعة الوطنية والأمة بمكوناتها وكياناتها كافة هي قضية وطن وقضية ثورة وليست قضية أهالي الشهداء أو المصابين وأن القصص لثوار يناير بداية طريق للقصاص لكل من استشهد بعد هذه الثورة هؤلاء الشهداء والمصابون قد ارتقوا وأصيبوا في ميادين الثورة وحملوا مع غيرهم من الشباب أمل الثورة ورسالتها الكبرى في تحقيق العيش الكريم لهذا الشعب والحرية الأساسية لمواطنيه كافة هؤلاء الذين يستهنون بهذه الدماء التي سالت تارة بتبرئة المسؤولين وإخلاء ساحاتهم وجعل هذه الأمور محل مساومات في سورة تعويضات أو ما شابه لهو استمرار لمسيرة التفرط في دماء الشهداء وإغلاق باب القصاص الذي فتحه الله سبحانه وتعالى ليكون حياة للجميع وردعا للقاتلين أو المستهنين بالأرواح والمستخفين بالنفوس الدم ليس له ثمن إلا القصاص والتعويضات كمساومات غير مقبولة فضلا عن أنها مساومات فاشلة هذا المدخل شكل في حقيقته إطارا دافعا وجامعا للاستفاف والالتفاف حول أهداف الثورة التأسيسية فهي دافعة بحكم المؤشرات الخطيرة التي تركها هذا الحكم الخطير الذي ينبئ عن استهانة واستباحة للدماء والنفوس يتزامن ذلك مع زيادة في الإمعان بالقتل والولوغ في الدماء وهو يشجع على ارتكاب جرائم القتل من تلك القوى الإجرامية الباطشة من غير رد أو جزاء ومن غير حساب أو عقاب ومن هنا كان هذا الاصطفاف والالتفاف حول مبادئ وأهداف هذه الثورة هو عنوان لفعالية الثورة واستمرارها بما يمكن أن تحققه من حماية لها في وقائعها التي ترسم المستقبل السياسي والاجتماعي لهذا الوطن حينما تأتي الدعوة من أصحاب الشأن المباشر لتؤكد أن في الاستفاف تمكينا لحقن الدماء وحق القصاص لها وإحياء لثورة حان أن تسترد طاقاتها وفاعليتها لما يحقق التأثير والتغيير تعبر متطلبات الاستفاف عن حالة ضرورية وواقعية وأن ما حدث من محنة براءة المخلوع مبارك يمكن أن يتحول إلى منحة لهذه الثورة حينما تقتص لأبنائها جميعا من كائن من كان كل من تجرأ فأزهق نفسا وهدم كيانا وأصاب إنسانا لأن هذه الثورة إن لم تحمل هؤلاء الذين قدموا دماءهم من أجل إنقاذ هذا الوطن وهذا الشعب وهذه الثورة ثورة مستمرة لتحقيق مطالبها في القصاص للشهداء وفي تحقيق مطالب المعاشر هؤلاء الفقراء حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة نستطيع أن نقول إن رفاهية الاختلاف لا يمكن أن تقود إلا إلى مزيد من التنازع والخلاف وإن قدرتنا على تجاوز الخلاف والاستفاف الوطني هو الطريق إلى استعادة ثورة يناير وتحقيق أهدافها بكم جميعا تسترد الحقوق والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة